برج الدلو عام جديد عام المفاجآت والسعادة برج الدلو عنده انتظار لأمر ما عايز يسمع خبر كان بيحلم بيه وبيتمناه بقاله فترة ان هو يتم على خير ويبشرك بان أمنيتك قربت تتحقق يا برج الدلو بأمر الله تعالى الخبر ده هيسعد قلبك ويفرحك علشان انت بقالك كتير مفرحتش يا برج الدلو انت مرت بظروف أسية جدا الفترة اللي فاتت وكنت دايما بتبكي والقريبين بينك هم اللي جايين عليك على طول ظلمينك مع ان انت اللي مجنع ليه ولكن محدش حاسس بيك برج الدلو العين عليك ومحصود وده بسبب الوضع السيء اللي انت بتمر به على طول عندك وقفة حال والفرحة عندك ما بتكملش وده والله أعلم بسبب أشخاص موجودين في حياتك عقارب في وشك حاجة وفي ظهرك حاجة تانية خالب بيعطلو لك المراكب السيرة عوزوا بالله برج الدلو انت فيه قرار بقالك مدة عايز تنفزه ولكن فيه شيء منعك وانت فحيرة قوية بسبب الموضوع ده ولكن حرص من فتح السيرة دي ان انت عايز تاخد القرار ده أصاد وحدة لانها ضدك مش معاك يا برج الدلو لان الشماتين كتير عندك يا برج الدلو لانهم بيستكتروا عليك فرحتك للأسف انت نفسيتك متضمرة على الآخر وتعبان ولكن انت بتتظاهر بالسعادة يا برج الدلو بسبب خنقتك دي اللي انت فيها بسببها غدر اتغدر بيك وزعلت على نفسك جامد وزعلت أكتر على ثقتك اللي ما كانتش في محلها وعمرك ما هتنسى الموكف ده يا برج الدلو الخيانة جات لك من أقرب الناس للأسف وعندك كمان شريك حياتك متعلق بيك ومتمسك بيك وهو عارف قيمة برج الدلو كويس جدا عشان كده الناس المنفصلين في برج الدلو عندهم رجوع بإذن الله وكمان هيطلب منك الاعتذار يا برج الدلو انت عايز تغير المكان اللي انت فيه يا برج الدلو وده هيبقى أحسن ليك وراحة ليك ان شاء الله انت يا برج الدلو زعلان على شيء افتقدته قد يكون مال أو عمل أو افتقدت شخص والله أعلم ولكن انت من بعدها ندمان وزعلان يا برج الدلو ولكن عايز أقولك على شيء اللي ربنا مخبيه أحسن بكتير من اللي انت كان نفسك فيه يا برج الدلو واخرج من طاقة الحزن والهم وابعد عن الأشخاص السلبية اللي في حياتك انت عندك بأمر الله خبر صار ومفاجآت جاية ورا بعض بإذن الله واي حد مالوش لازمة في حياة برج الدلو خرجوا واسيب بس الناس اللي بتكبر بخطرك يا برج الدلو وخليك دايما متأكد ان انت سند نفسك وما تسمحش لأي حاجة انها تأذيك نفسيا وجسديا حب نفسك وما تسمحش لأي حاجة انها تأذيك والحد هنا تكون انتهت قراءة البرج الدلو اليوم ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي باي